بداية نسأل الله تعالى الكريم أن يجعلنا من الذين قال فيهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يخلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده كما نأمل أن يجعلنا الله تعالى من أهل الخيرية الذين قال فيهم أيضا الحبيب صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه فالحديث عن التفسير إنما هو حديث عن القرآن الكريم بالدرجة الأولى وهو مدارسة لكتاب الله وبالتالي هو من أفضل وأجل العلوم وأصول التفسير هي أيضا أهم أبواب التفسير أصول التفسير هي من المواد المهمة التي من خلالها يتعرف الإنسان على أمرين يتعرف الإنسان من خلال أصول التفسير على إجابة للسؤال الذي يقول كيف فسر القرآن والسؤال الثاني كيف نفسر القرآن هذين السؤالين المهمين الإجابة عنه من خلال معرفة أصول التفسير ولما نقول أصول أصلا ونضيفها إلى التفسير فهذا مركب إضافي كما يعلم الجميع مكون من كلمة أصول وكلمة التفسير فالأصول جمع أصل وهو أساس الشيء الذي يبنى عليه الشيء الذي يبنى عليه غيره يسمى أصل والتفسير في اللغة ما أخذ من الفسر وهو بمعنى الإبانة والكشف الإبانة والكشف والوضوح يقول الراغب يتقارب معنى الفسر والسفر يعني الحروف هي واحدة لكن ترتيبها مختلف ومعناها مؤتلف فالله تعالى يقول والصبح إذا أسفر مثلا في السفر أي إذا كشف وكشف كل شيء وأيضا من ذلك التفسرة التفسرة وهي ما يؤخذ من عين لفحص صحة الإنسان العين التي تأخذ تسمى في اللغة العربية تفسرة فكأن الفسر والسفر يعني هما متقاربان في اللفظ وفي المعنى فالفسر لإظهار المعاني والسفر لإظهار الماديات أو الأشياء المادية المنظورة طيب عندنا التعريف الاستلاحي لأصول التفسير يعني ماذا يقصد أهل الفن بكلمة أصول التفسير أو بهذا المركب الإضافي أصول التفسير طيب بداية يعني حتى قبل التعريف بالأصول يمكن أن نعرف التفسير استلاحا هذا أيضا من الأهمية بما كان فالتفسير في الاصطلاح هو بيان كلام الله المعجز المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك تعارف من أجمع هذه التعارف عرف التفسير بأنه هو علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله بقدر الطاقة البشرية علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله بقدر الطاقة البشرية هذا التعريف من أجمع التعريف وقد ذكره صاحب المناهل يقول من القيم رحمه الله تفسير الناس يدور على ثلاثة أصول يعني عموم التفسير يدور على ثلاثة أصول تفسير على اللفظ وهو الذي ينحو إليه المتأخرون وتفسير على المعنى وهو الذي يذكره السلف وتفسير على الإشارة والقياس وهو الذي ينحو إليه كثير من المتصوفة هذه النواحي التلاتة أو الجوانب التلاتة يدور حولها التفسير ولا يخرج عنها أبداً وكلها مقبولة ومفيدة بضوابطها المختلفة فلكل لون من هذه الألوان تفسير ولكل منها أصول جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم فالتفسير على اللفظ هو بشرح مفردة مثلاً كما في وسيأتينا تفصيل ذلك لكن كما في قولي عليه الصلاة والسلام في تفسير آية الأنعام لما الصحابة رضوان الله عليهم سمعوا قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فأشكل عليهم هذا اللفظ فالنبي صلى الله عليه وسلم شرحه لهم بلفظ آخر إن الشركة لظلم عظيم ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح إلى آخر الحديث ده بالنسبة لتعريف التفسير في الإصطلاح أما أصول التفسير فهي الأسس والمقدمات العلمية أصول التفسير هي الأسس والمقدمات العلمية التي تعين على فهم التفسير وما يقع فيه من الاختلاف وكيفية التعامل معه الأصول هي الأسس والمقدمات العلمية التي تعين على فهم التفسير وما يقع فيه من الاختلاف وكيفية التعامل معه وكما قلنا يدور الحديث في الأصول على أمرين سنين هما كيف فسر القرآن وده برضو بنرجع له لمقدمات المفسرين مقدمات المفسرين سواء المقدمات المستقلة كمقدمة التفسير المجتمع وغيره أو المقدمات التي تتصدر كتب التفسير فكل مفسر قبل أن يشرع في التفسير يضع مقدمة يبين فيها الأصول والأسس والقواعد التي سيسير عليها أثناء تفسيره فبالعودة إلى هذه الأسس وهذه المقدمات يعرف الإنسان الطريقة والمنهجية الصحيحة والسليمة للتفسير فنعرف كيف فسر القرآن وكيف نفسر القرآن ففي الآن نرجع كما قلنا إلى تفسير السابقين ومعرفة مناهجهم وطرقهم فيها خاصة تفسير السلف الصالح رضان الله عليهم التي تعد المرجع والمعتمد في هذا العلم وفي الثانية يكون الاعتماد على ما قعد من قواعد أصول التفسير ما قعد من قواعد أصول التفسير لكي يصبح التفسير صحيحا ونتجنب الزلل والخطأ في فهم كتاب الله تعالى وفي تفسيره وكما نعلم الأصول والقواعد التي قعدت كثيرا وغالبا ما نجدها فيما يعرف بكتب علوم القرآن يعني غالبا ما نجدها أيضا مفصلة في كتب علوم القرآن وقريبا يعني يحاول العلم أصول التفسير أن يخطط طريق مختلف ويأخذ بأصول خاصة به وكما يقال التفسير يعني هناك علوم طبعا احترقت ونضجت وهناك علوم يعني نضجت ولم تحترق وهناك علوم لم تنضج ولم تحترق وهي يعني علوم التفسير من هذه الشاكلة يعني علوم التفسير علوم واعدة وفي أصولها وفي قواعدها وفي تطبيقاتها أيضا وفي موضوعاتها إذن إن شاء الله تعالى يعني من فتح الله عليه وجد الوقت والعمر وصرف همته نحو التفسير سيجد الكثير من الجديد والمفيد في كل ضروب المعرفة هناك اصطلاحات مهمة في مناهج المفسرين نسمع باتجاهات التفسير مناهج التفسير أساليب التفسير أهداف المفسرين فما الفرق بين هذه الأشياء وما معنى هذه الاصطلاحات الاتجاه في التفسير هو الهدف الذي يتجه إليه المفسرون ويجعلونه نصب عينهم وهم يكتبون ما يريدون أن يكتبوه يعني الهدف المقصود للمفسر يسمى اتجاه اتجاه التفسير في القرن الرابع عشر مثلا رسالة دكتوراه كبيرة وهناك ايضا كتب كثيرة في هذا الجانب اتجاه التفسير الاجتماعي اتجاه التفسير الموضوعي الاتجاهات متعددة وهي تعني هدف المفسر من قصده إلى القرآن الكريم المنهج كأنما أنا أريد أن أذهب مثلا إلى الميناء البري هذا هدف لكن بأي طريق سأصل إلى هذا الهدف الطريق الذي يسلك إلى الهدف يسمى منهج وهذا ايضا مضمار واسع للدراسات التفسيرية مناهج التفسير مناهج المفسرين مجالات عديدة جدا يقصد لها السبيل والطريق التي تؤدي إلى الهدف المرسوم يعني الإنسان عنده هدف لكن كيف يصل إلى هذا الهدف الطريق الذي يسلكه يسمى منهج أما الأسلوب فهو السلوك الذي يسلكه الإنسان يعني حدد هدفه وحدد الطريق لكن حيمشي شديد حيمشي براهة حيمشي مع ناس حيمشي الهوينة حيمشي اليتمايل حيمشي مسرع فالأسلوب الذي يسلكه في المنهج هذا يسمى يسمى الأسلوب وهو أيضا ضرب من الاستراحات المشهورة فالهدف والاتجاه قد يكون مثلا مسائل عقدية وتقريرها وبص المعالمة والزود عنها ويظهر هذا الهدف على مجموعة من التفاسير فيكون الاتجاه لهذه التفاسير الاتجاه العقدي مثلا يكون مثلا تفسير ينحو نحو التأصيل العقدي الاهتمام العقدي البيان العقدي اختصاص يعني اللون الذي ينشي عليه لأنه تفسير عقدي وأحيانا يكون التفسير تفسير فقهي فمثلا عندنا هذا الاتجاه يعني بدأ مبكرا فظهرت ما يعرف بالتفسير الفقهي أو بكتب آيات الأحكام من عهد يعني الإمام الشافعي والجصاص وإلى المتأخرين أيضا الصابوني وغيره فهذا العهد عهد يعني أو هذا الاتجاه اتجاه مشهور مثلا اتجاه الفقهي هناك الاتجاه الاجتماعي الذي يعنى بالإصلاح مثلا مدرسة محمد عبدو وسيد قط وما بعد ذلك هذا الاتجاه اتجاه اجتماعي يهتم بالإصلاح الاجتماعي وقضايا الواقع إلى آخر ما هنالك طيب طرق التفسير نحن ماشيين شوية بسرعة طرق التفسير ما هي طرق التفسير وطبعا استهرت هناك طرق معغوفة ومحفوظة وهنالك طرق أخرى فمثلا من أشهر الطرق تفسير القرآن بالقرآن ونفصل الحديث فيه تفسير القرآن بالسنة تفسير القرآن بأقوال الصحابة تفسير القرآن بأقوال التابعين تفسير القرآن باللغة العربية ومقتضياتها تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد طيب بالنسبة للطريقة الأولى تفسير القرآن بالقرآن طبعا هي أبلغ التفاثير وأصحها وذلك لأن كل قائل أعلم بمراده من قوله عن غيره ولا يلزم طعم من هذا أن تكون كل تفسيرات القرآن بالقرآن سليمة وصحيحة لأن تفسير القرآن بالقرآن يا جماعة توقيفي ولا اجتهادي اجتهادي تفسير القرآن بالقرآن اجتهادي يعني اجتهاد من المفسر في أن يحمل هذه الآية على تلك الآية فيفسر بها الأخرى هذا يعني الغالب فيه الاجتهاد فإذا قال هذه الآية تفسير تلك الآية جاز أن يكون هذا صحيح ومقبول وجاز أن يكون اجتهاد خاطئ أيضا وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن كما في حديث من مسعود الذي أشرنا إليه وفي الصحيحين لما نزلت الآية الكريمة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله إن الشرك لظلم عظيم فقيد الإطلاق قيد الإطلاق يعني كان في آية الأنعام إطلاق يعني كل من ألبس إيمانه بظلم فليس له أمان فهذا يعني شق على الصحابة رضوان الله عليهم حتى جاء التفسير النبوي بتقييد يعني الظلم المقصود بالشرك فهو الذي يحلم الإنسان من الأمان أما ما دون ذلك من الظلم فهو تحت المشيئة إن شاء الله تعالى غفر لصحيبه وإن شاء عذبه وقد اعتنى بهذا الطريق من السلف جملة من أهل العلم منهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقد أظهر هذا واضحا من خلال المرويات في يعني التفاسير كتفسير الطبري وغيره وأيضا يا ابن كثير رحمه الله تعالى له عناية كبيرة به هذا الطريق طريق تفسير القرآن بالقرآن وممن ألف في هذا الجانب الصنعان أيضا أما يعني تفسير الصنعان فهو من أجمل التفاسير الموصى بها ويسمى كتابه مفاتيح الرضوان في تفسير الزكر بالآثار والقرآن فاتيح الرضوان في تفسير الزكر بالآثار والقرآن ومن أجود ما ألف في تفسير القرآن بالقرآن كتاب الشنقيطي وهو إيه أضواء البيان في تفسير أو في إضاحي القرآن بالقرآن أضواء البيان في إضاحي القرآن بالقرآن وقد قدم له بمقدمة جميلة ومفيدة في مناهج المفسرين وبين فيه منهاجه تفسير القرآن بالقرآن يأتي على أنواع من هذه الأنواع بيان المجمل نجد في القرآن آيات مجملة تأتي آيات أخرى تبين هذا الإجمال مثلا يقول الله عز وجل وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم هذا إجمال ما يتلى عليكم يقف الإنسان أين أجد هذا الذي تلي وأين تلاوته أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم في سورة المائدة فقوله تعالى إلا ما يتلى عليكم مجمل في هذا السياق ولم يبين وبيّنه الله تعالى بآية المائدة حرمت عليكم الميتة والدم والأحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة إلى قوله وما ذبح على النصب إذن هذا جانب من إضاح القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالقرآن بيان ما أجمل في آية بآية أخرى مبينة أيضا عندنا في القرآن إطلاقات المطلق يأتي فيحتاج إلى مقيد وهو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه ولو تقسيمات في أصول الفقه طبعا والمراد هنا بيان المثال ومن أمثلته قوله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم طبعا الإطلاق ذا مشكل مشكلة فالإطلاق الذي في الآية الأولى ذكر مقيده في الآية الثانية أيضا من جوانب بيان القرآن القرآن تخصيص العام تخصيص العام وهو الكلام المستغرق لما يصلح له بحسب الواقع دفعة بلا حصر العام هو الكلام المستغرق لما يصلح له بحسب الواقع دفعة بلا حصر وصيغه ألفظه كثيرا وقد ذكر كثير من العلماء إن ألفظ القرآن على عمومها حتى يأتي ما يخصصها يعني الأصل بقاء العام على ما هو عليه حتى يأتي ما يخصصه ومن أمثلة ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرآ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرآ إذن لفظ المطلقات هنا جنو عام لكنه ليس على هذا العموم وإنما المطلقات أصناف مطلقات أصناف فهناك ما يخصص هذا العموم فهذا حكم عام في جميع المطلقات ثم أتى ما يخصص من هذا العام مثلا الحوامل وهو قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلوهن أن يرعن حملهن فخص من عموم المطلقات أولاة الأحمال عندنا أيضا المفهوم من جوانب تفسيري وبياني القرآن للقرآن المفهوم وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق هذا معروف في الدلالات في أصول الفقه باب الدلالات عندنا دلالة المفهوم وش كده؟ وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق لا في محل النطق ومن أمثلة تفسير المفهوم من آية بآية أخرى قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فقد ورد عن السلف في تفسير هذه الآية أنها تدل على رؤية الله سبحانه وتعالى لكن بمفهوم شنو؟ بمفهوم المخالفة لما كان أعداؤه محجوبون عن رؤيته فدل بمفهوم المخالفة على أن أولياءه يكرمون برؤيته سبحانه وتعالى ومن ذلك القول الشافعي فيها دلالة على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة وهذا المفهوم من الآية يدل عليه قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وغيرها من أدلة الرؤية الذين أحسنوا الحسنة وزيادة مثلا أيضا تفسير لفظة بأخرى بمعنى بيان الغريب بيان اللفظة الغريبة بلفظة أبين وأوضح منها أيضا هذا من جوانب بيان القرآن للقرآن الكريم وذلك مثلا أجلد في سياق لفظ غريب ثم يذكر في موضع آخر معنى أشهر من ذلك اللفظ ومثاله قوله تعالى وأمطرنا عليهم حيارة من سجيل حيارة من سجيل في سورة هود وفي موضع آخر قال لنرسل عليهم حيارة من طين في الزريات والآيتان وردتا في شأن قوم لط إذن السجيل هو الطين السجيل هو الطين كان السجيل لفظ غريب لكن جاءت آية أخرى وشرحت هذا المعنى وبيّنت أن الطين هو المقصود بكلمة سجيل هذا من تفسير القرآن للقرآن ببيان لفظة أخرى أيضا من هذا بيان المراد باللفظة في السياق مثل قوله تعالى أو لم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتها رتقا ففتقناهما فسرت بقوله والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع وقوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صونا الماء صبه ثم شققنا الأرض شقا طبعا ذا تفسير السلف للآية الكريمة أن السماوات والأرض كانتها رتقا ففتقناهما أي فتق السماء بالقطر والمطر وفتق الأرض بالنبات وهذا مثال ويمكن بعد ذلك أن تأتي يعني علوم جديدة واكتشافات جديدة تبين معاني أيضا في فيما يلي يعني شق الأرض والسماء أما شق الأرض ف ظاهر في في شمال كردفان ولا في جنوب كردفان شفتوه مش كده أننا شققنا الأرض شقة يعني شقوق عظيمة تتنفس منها الأرض ويعني تحصل انزلاقات وتحصل براكين وزلازل غيرة فتنشق الأرض طيب سادسا من جوانب بيان القرآن للقرآن تفسير معنى بمعنى مثل تفسير قوله تعالى يومئذ يود الذين كفر وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا بقوله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يعني ما يتمنوه في آية النساء من أن تسوى بهم الأرض معناه هو ما جاء في سورة النبأ ويقول الكافر يا ليتني كنت كنت ترابا أيضا هناك تفسير أسلوب قرآني في آية بآية أخرى فمن خلال يعني سياقات وأساليب القرآن في موضع تتبين مواضع أخرى بذات الأسلوب فمثلا في قوله تعالى ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة أي دخولنا ذلك حطة يعني ندخل ليحط الله عنا ندخل ليحط الله عنا خطيانا فهو مثل قوله تعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما اللهم مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة يعني قولنا معذرة يعني قولنا الذي نقوله في وعظ هؤلاء لماذا حتى يعذرنا الله تعالى ونسلم من تبعة السؤال فموعظتنا إياهم معذرة إلى ربكم فالأسلوب في الآيتين متشابه في قوله حطة وفي قوله معذرة فهذه المصادر متشابهة ومثله توضيح الالتفات في قوله تعالى مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين في الفاتحة بقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة فالالتفات في قوله إياك كالالتفات في قوله وجرين يعني الالتفات من الغيبة إلى الحضور ومن خطاب الجرين بهم كذا بريح طيبة وفرحوا بها الغائب أيضا إذن من أساليب بيان القرآن للقرآن بيان أسلوب لأسلوب آخر والطريقة الثانية بعد أن بينا مسائل وقضايا بيان القرآن للقرآن هي تفسير القرآن بالسنة النبوية هذه هي الطريقة الثانية من طرق التفسير فالله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون والنبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم أعلم الخلق بمراد الله عز وجل وقد أنزل الله عز وجل إليه الذكر ليبلغه وليبينه ليبلغه وليبينه وطبعا هل النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآن تفسيرا كاملا أم لا قطعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك تفسيرا مكتوبا لكنه لم يترك لم يترك أيضا إشكالا قائما وإنما بيّن عليه الصلاة والسلام القرآن ليعمل به من عاصروه ومن عاشوا معه ومن احتاجوا للتعلم منه بيّن لهم كل ما احتاجوا وعجابهم عن كل ما سألوا وبالتالي منه ما فهموه بثلقتهم وبقدرتهم العادية على فهم القرآن ومنه ما سألوا منه النبي عليه الصلاة والسلام فعلموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلوا عنهما ما جاء به من من كتاب الله عز وجل فهو عليه الصلاة والسلام إذن بيّن البيانة الكافي والبيانة الشافي إلا أنه عليه الصلاة والسلام لم يترك تفسيرا مكتوبا شاملا لكل القرآن ولعل هذا من إعجاز القرآن ومن حكمة الإسلام وعظمته أن التفسير الكامل للقرآن في كل زمان أمر يتجدد أمر يتجدد بحسب الاحتياجات وبحسب الأمور التي تستجد في حياة الناس فيحتاجهم في كل عصر وفي كل زمان إلى تفسير واكب حياتهم ومعاشهم ولهذا لم يقيد النبي عليه الصلاة والسلام والأمة بتفسير واحد ليظل العطاء ممتد لكلام الله عز وجل في هذه الآية الكريمة من صورة النحل بيّن الله فيها مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام وهي بيان القرآن ولما كانت هذه المهمة موكلة بالرسول عليه الصلاة والسلام لازمنا أن نرجع إلى تفسيره للقرآن الكريم وستأتينا النمازج في يعني التفاسيل التي رؤيت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذه الآية بها من الدلالة ما يكفي لأن نجعل يعني المصدر الأساس بعد القرآن في تفسير القرآن هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويدل أيضا على ذلك قوله سبحانه إن هو إلا وحي يوحى مش كده وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولذا فهي بمنزلة القرآن في الاستدلال أي السنة النبوية وهي أصل في فهم القرآن لقوله تعالى لتبين للناس وهذا يدل على أنه لا يمكن الاستغناء عن البيان النبوي لأنه لا أحد من خلق الله أعلم بمراد الله من رسوله صلى الله عليه وسلم والسيرة النبوية أيضا كلها تفسير للقرآن الكريم وتطبيق له أيضا